بسم الله الرحمن الرحيم وحلقة جديدة وبرنامجهم صحة تكسر وتكسر يمكننا حتى فأنا من الأسبوع اللي فات إن البرنامج بتاعنا الفترة اللي جاي واخد شكل جديد بيتماشى مع رتم الحياة عشان كده البرنامج بتاعنا النهاردة هيبقى برغة عن ثلاث فقرات الفقرة التالتة من البرنامج بتاعنا النهاردة بنتكلم عن الصحة النفسية والوعي وازاي نحن نحاول نحن نبقى عاشين مبسوطين وبنستمتع بحياتنا الفقرة التانية بنتكلم عن سوق الدول المصري ويمكن لو تفتكروا احنا من حوالي ثلاث سابيع كنا بنكلم عن قطاع العمال الدوائي وأنا بصفة شخصية متبني هذا الملف ومش هنسيبه إلا لما نصلح من حاله واتفقنا إن القطاع العمال الدوائي هي مش مشكلة الناس اللي شغالة في الشركات دي مشكلة الناس اللي ماشى في الشارع وضربنا مثال إن النهاردة أنت لما بتجيب رشيتة بربعمائة جنيه وممكن تجيب نفس رشيتة بمئة جنيه لا أنت يبقى دي الشركة دي بتاعت الناس اللي ماشى في الشارع خاصة في ظل الظروف الاقتصادية اللي احنا بنعاني منها ويمكن عايزة أطمنكم إن الموضوع احنا مش سايبينه واخدين فيه خطوات في الآخر هنوصل الهدف بتاعنا إن احنا نحسن من قطاع العمال الدوائي الفقرة الأونية اللي هي الفقرة اللي هتبقى سابتة معنا كل حلقة في البرنامج بتاعنا هو صحتك سارغوتك اللي هي معلومة في كابسولة وعايز أقول رد فعل الناس عن معلومة في كابسولة الأسبوع اللي فات كنرد فعل إيجابي لدرجة إنه هو أعمال لنا موتيفيشن يعني أنا أحس من الحلل المزاجية بتاعتي وحتى لو تلاحظوا إن معلومة في كابسولة هنبتدي بها البرنامج يوم الجمعة يعني إحنا بنبتدي بها الأسبوع بتاعنا خلينا عشان وقت البرنامج وعشان ريتم البرنامج بتاعنا سريع هنخش على طول في معلومة في كابسولة ونرحب بضيف وضيفكم هو ما بقاش ضيف بقى خلاص هو بقى صاحب البرنامج الدكتور محمد راشد استشار الحسيا والمناعة والمستشار اتفاضضيل اثير محمد ص�Й Beirام دكو محمد ص Until you start just عاليك morgenroc اللي احنا ضبّسنة فيه على الهوا المستشاري العلمي للبرنامج لان ان اشار في البرنامج متعنا نحنا نضّى للتصادي المشاهدين كل أسبوع معلومةцу سريعة بس يتم بنفيدين دكو محمد ص هو jeden الحمد للغاية أنا أقول حاجة بس قبل ما نخش في الفترة أنا على المستوى الشخصي بيت أستنى الكابسولة بتاعتك ربنا بارك فيك ربنا بارك فيك محمد إحنا المرة فاتت كنا بديتكلم عن الدواء واكتشاف الدواء وتطور الدواء وتديني مسال بالموضوعات الحيوية نكمل بقى الموضوع بتاعنا؟ نكمل الموضوع بتاعنا إحنا يعني استكمالاً الموضوع كنا انتهينا عنه إحنا تكلمنا على هي محددات أو العوامل أو هي عناصر الدواء والعلاج بشكل عام عندنا الثلاثة العناصر الرئيسية عند الدواء وعند الميكروب وعند الإنسان واتفقنا على إن إحنا بنتعامل مع الانتي ميكروبيا الدراجز أو مضادات الميكروبات عشان نونا وقلنا عشان برضو كالناس تبقى عارفة ونسترجع تاني سريعاً عن مضادات الحيوية وهي المعنية بخروج المضادات من حاجة حية يعني فطر النبات أي مكان هي دي سمال مضاداتها جاية من حاجة حية النهاردة بنتكلم على الثلاثة محددات الدواء الميكروب الإنسان طب فيه فيه انترو اكشن بينهم فيه تفاعل بين سواء كان الدواء والميكروب من ناحية الميكروب والإنسان من ناحية الدواء والإنسان الإنسان والدواء الإنسان والميكروب ففيه سلسلة كبيرة من التفاعلات شغالة بينهم لازم بقى احنا عارفينهم عشان حتى وحنا بيتوصف لنا الدواء لإليه طبعاً الدواء أخذ الدواء هي مسؤولية المريض أو المريضة أخذ الدواء ولازم يبقى فاهم القصة ماشية إزاي الأول عندنا فيه تفاعل بين الدواء والميكروب طب الدواء تأثيره ويهي عن الميكروب زي ما احنا كنا عارفين إن الدواء الهدف الرئيسي منه هو القضاء على الميكروب والحد منه ده الهدف الرئيسي طب ده ممكن يتم إزاي بيتم عن طريق إن الدواء ممكن يعني يبقى بيخش من حاجة سماء الجدار الخلوي على سبيل المثال لو كانت خلية أو كان الميكروب له جدار خلوي فيخش يتفاعل مع حاجات جوه فيوقف التفاعلات أو الميتابوليزم أو النشاط الحيوي داخل البكترية أو الميكروب اللي جوه وبالتالي يعمله توقيف والتالي يحصل يتم القضاء عليه ده الهدف الرئيسي من استخدام الدواء طب هل الميكروب له رد فعل؟ طبعا الميكروب له رد فعل فميشيبش الموضوع كده الميكروب يبدأ يخلق مجموعة من الإنزيمات ومجموعة من المخرجات إن هي بتعمل إما بتعمل تأثير على الدواء بتكسره مثلا أو بتغير شكله بتحوله لصورة أخرى التحول ده لصورة أخرى بيفقد فعاليته أو إن هو طبعا كل كل ده بيبقى بيتأمن من الميكروب ضد الدواء طب هل بقى الميكروب له تأثير على الإنسان؟ طبعا الميكروب له تأثير على الإنسان لأنه طبعا هو المسؤول على العدوى طب العدوى دي ممكن تعمل إيه؟ توقع تعمل التهابات الالتهابات دي ممكن تعمل كمان عندي ممكن كمان العدوى دي تعمل مشاكل تدمير خلوي شديد جدا زي ما احنا بنشوف المشكلات اللي احنا سامقنا عنها دلوقت طب هل الجسم الإنسان بيقف قدام هذا الميكروب عاجز لا بالعكس بيبدأ فيه نشاط مناعي موجود النشاط المناعي ده قد تصاحبه ارتفاع في درجة الحرارة لان طبعا نشاط مناعي معناها صراع قائم ما بين الإنسان أو جسم الإنسان أو الخلال المناعية والميكروب فبيكون مصحوب بارتفاع في درجة الحرارة ارتفاع درجة الحرارة ده اول علامة من احدى العلامات المهمة جدا بتقول ان في عندي غزو بكتيري او غزو طوفيلي او غزو مايكروبي موجود عندي وبالتالي ده اشارة مهمة جدا ان انا ابدأ ااخد الادوية وخصوصا المسأل لو كانت لا علاقة بالمضادات الحيوية اذا كان قلنا المضادات الحيوية دي كلمة عامة بجلمة خاصة بالحاجات الخارجة من كائن حي نبقى نكلم عنها المضادات الميكروبية بشكل عام طب ايه ممكن تعمله البكتيريا تاني مع الانسان؟ البكتيريا ممكن ودي بقى الحتة المهمة للناس بيصب عندها وعي ممكن تغير الميديا تماما بمعنى ايه تغير الميديا؟ عندك دولة ازاي الناس اللي عندها بيجيلها تكسيميا في الدم ممكن نهاردة تحول الدم من الوسط المفروض اللي هو المفروض 7 و 4 من 10 او الكلام ده كله فيحصل تزداد الحمودة شوية تكسيميا في الدم يعني الدم بيوتسمى الدم بيحصل فيه تسمم الدم على سبيل مثال نتيجة لانتشار العدوى الميكروبية او كذا بيحصل تغير في الوسط بتاع الدم اذا التفسه بتغير وبالتالي ده بيأثر على الوظائف الحيوية بتاع الاجهزة اللي موجودة بيأثر على الجهاز التنفسي أثر على الكيلة أثر على الكبت لان طبعا الاجهزة دي او الاجهزة الحيوية بتاع جسم الانسان بتشتغل في ظروف معينة الممكن يعني يزيد نسبة البكتيريا او يزيد نسبة كذا الزيادة دي بتؤدي الى خروج مخرجات او موتاباليتس او بيسموها يعني ناتج الايد بتاعها هذا الكائن يؤدي الى تغيير الفيسيولوجي وتغيير ازا ما بقوله كيميا الدم والكلام ده كله بيبقى له تأثيرات كبيرة جدا طب ايه تاني ممكن يحصل طب هل الدواء له تأثير على الانسان طبعا الادواء الدواء انا باخده عشان اعالج الانسان طب هل الانسان بيسكت قدام الدواء لا طبعا الانسان طبعا يعني فيه تفاعل شغال الدواء طب ايه الاضرار اللي ممكن يعملها الدواء او ايه الهدف من الدواء الهدف من الدواء العلاج طب فيه مشاكل ممكن تحصل اه ممكن يحصل اكيوميليشن يعني تراكم او تجميع المادة المادة اللي هي الخاصة بيه الدواء في جسم الانسان طبعا ده دي مشكلة كبيرة ممكن يعمل حاجة تانية ممكن يأثر على بيسموها السيل تكسوستي بيعمل سمان الخلايا وبالتالي بيأثر على وظيفة الخلايا كورو محمد ما عليش عالس حاجة سؤال بقى سؤال الأخير يعني سؤال دا سعاد ايه أفضل مضادة حيوية يعني ايه الكريتيريا وايه الشروط اللي موجودة في المضادة الحيوية اقول المضادة الحيوية دا كويس عندنا حضرتك الشروط الرئيسية للمضادة الحيوية أولا لازم أول حاجة رئيسية لازم يكون تأثيرها كبير جدا على المايكروب تمام لازم تكون أكبر بسماء سمية يعني بيقعد قادر على قتل المايكروب دي رقم واحد رقم اتنين أقل تأثير أو مليش تأثير للإلسان لأنه ممكن يعمل لو أصل الأسان ممكن يعمل ايه ممكن يعمل حساسية ممكن يعمل آثار جانبية آثار جانبية يعني آثار زي ما قلنا بآثار وظيفة الكلة وظيفة الكابت أي كان ممكن يعمل هذا الكلام ممكن كمان الدواء عند الدواء ممكن يأثر على النورمال فلورة ايه النورمال فلورة؟ يعني هي الحاجات الطبيعية اللي موجودة في جسم الإنسان اللي ربنا خلقها اللي لها دور في الحفاظ على الجسم لها كذا دور من أهمها الحفاظ على الجسم من أي غزو غريج يعني لازم فيه نسبة وتناسب لو النورمال فولوري دي نسبتها كويسة بالتالي لو حضر الغزو بيلاقي صعوبة شوية بيلاها دور في عملية الهضب وبالتالي بيلاها دور في عملية الهضب بتاع جسم الإنسان يعني لها أدوار كتيرة جدا لو إحنا بالأدوية ممكن تقضي تأثر على النورمال فولوري بلازم يكون له فعالية على الميكروب بيهنوش تأثير على الإنسان لابد إن هو يكون فيه نوعين بقى من الأدوية الأدوية أو مضادة الحيوية تعال بقى نقف عن نوعين مضادة الحيوية عشان الناس يستنى الحلقة الجاية بس أنا عايز أقول حاجة الدكتور محمد في السياق حدوث يتكلم عن ارتفاع درجات الحررة وده مؤشر إن إحنا نستخدم مضادة الحي أنا بس تأكيد وإضافة لكلام من الدكتور محمد إن النهاردة لما أي عيان بيشتكي من الدرجات الحررة لأول حاجة يعملها لازم ينزل درجات الحررة لإن جسم الإنسان اللي عندك الحرارة بترتفع ده بيأثر على الامتصاص فأول حاجة نعملها لازم نخفض درجة الحررة عن طريق بقى الخافض ضد درجة الحررة بالطرق البقى عن طريق إن إحنا ناخد شوار سائع أول خطوة نعملها قبل من نبتدي العلاج بتاعنا لازم ننزل درجة الحرارة تكروه محمد أعز أشكرك على الكابسولة إحنا المرة الجاية هنكمل بقى إيه هنكمل الكريتيريا اللي على أساسها بقول المنضوع الحيوى ده كويس كويس تمامي يا فعل أنا بمنابع عنكم عز أشكر درجة الحمد للعلمات اللي أنا باستفيدها منه وإن شاء الله معنا الأسبوع الجاي مع كابسولة دي ده وكابسولات درجة محمد راشد وبعلومة في كابسولة شكرا وانا وصل شكرا